السلام عليكم أصدقائي في حلقة المتابعة من قناة مستر كريبتو فيديو جديد على قناتنا قناة مهتمة بأخبار العملات الرقمي بالفيديو أصدقائي ستتكلم عن البيتكوين وتحليل سريع يومي للبيتكوين أما باش فيديو بمانا تضغع زر اللايك بسهر بالقناة فعز الجرس حتى يوصلك كل جديد في عام العملات الرقمي ولا تنسى تضمن قناتنا على تليجرام الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بنار القناة خليكم مع نهاية فيديو تعرفوا أخر أخبار سوق الكريبتو أولا الزقائي ستتكلم عن تحليل البيتكوين بعد انتقل للأخبار المهمية الممكن تأثر على صعود عملة البيتكوين أولا الزقائي بعد الهبوط الأخير اللي شفناه من المناطق تقريبا 29 ألف دولار وحذرنا منه طبعا من مناطق 29 ألف دولار وحذرنا الهبوط لمناطق 25 ألف دولار صار الهبوط فعلا وحاليا عندي محافظة على دعم 25 ألف دولار لكن أصدقائي نقطة سلبية بالبيتكوين حاليا هو المشي العرضي طبعا بعد ما يصير هبوط إذا كان في عندي مشي عرضي فنحن لحد الآن مهددين بالهبوط وكسر دعم 25 ألف دولار خلينا نفهم شغل أصدقائي دعم 25 ألف دولار دعم مهم جدا بالصابق توجهنا منه لمناطق 31 ألف دولار وحذرنا حاليا المشي العرضي سلبي لكن ممكن بأي لحظة أو بأي قرار من القرارات الأمريكية أو قرار الفيدرال الأمريكي تصير عندي صعود للبيتكوين حاليا ممكن نرجع نختبر مرة تانية مناطق 25 ألف وخمسمية إلى 25 ألف وثمامية إذا نجحنا بالارتداد بقوة ممكن نرتد مرة تانية لمناطق 27 ألف وخمسمية إلى مناطق 28 ألف دولار لكن إذا كسرنا هذه المنطقة رح نرجع مرة تانية ننزل لمناطق 24 ألف دولار طبعا زقائي كل هبوط قاسي مفروض يجي بعد صعود قاسي إذا كان الهبوط لكودي فقط لكن إذا كان الهبوط وراء أخبار فممكن هذا الشيء يسبب استكمال للهبوط طبعا بعض الأقوال أنه سبب الهبوط هو إيلون ماسك وبيع قطع من البيتكوين الخاصة بشركة سبيسيكس وبعض الأخبار التانية بتقول أنه شركة بلاكروك قبل إطلاق النقل ATF spot الخاص فيها طبعا نزلت سعر بيتكوين حتى تشتري بيتكوين بأسعار مخفضة يعني ممكن لسه يصير عندي انخفاض بالبيتكوين حتى الشركة بلاكروك تقوم بشراء مزيد من قطع البيتكوين بالأسفل إلى حد الآن السبب الهبوط غير واضح وهل ممكن استكمال الهبوط أو لا؟ هاي الأخبار لحد الآن غير أكيدة لكن بالأكيد أنه بنسبية أنه نمشي بالعرض بعد وصولنا لدعم هذا يعني أنه الدعم غير قادر على رفع البيتكوين من المقاومة مرة ثانية شو بالنسبة لأخبار البيتكوين عندي مدير الاستثمار هاي الخبر طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية مدير الاستثمار بيقول أنه عندي قيمة 2 مليار دولار جاهزة لشراء البيتكوين من أجل صناديق الATF طبعا صناديق الATF spot أو صناديق الاستثمار المتداولة راح تقوم بشراء طبعا القطع من البيتكوين لكن هاي صناديق راح تكون صناديق فيوتشر حسب ما موجودة بالرسالة أو بالتغريدة هاي صناديق راح تكون فيوتشر وجاهزة لشراء بقيمة 2 مليار دولار طبعا هذا ممكن تسبب انتفاض للبيتكوين حتى تقوموا الشركات بشراء البيتكوين بأسعار منخفضة ممكن حيثان تساعد هاي الشركات لشراء البيتكوين بأسعار منخفضة حاليا شراء البيتكوين جيد وهذا فيع البيتكوين ما بين 27500 إلى 28000 دولار لكن لازم يكون عندي ستوبلوز إقفال شمع أسفل مناطق 25500 أصدقائكم وصلنا على الفيديو من هذا الفيديو كنا نعجبك لا تنسى تشترك بقناة فعز الدرس اضع اللايك حتى يوصلك الجديد في عام ومناطق رقمي ما سلام ومتون مخير